بعد ما أكملت دراسة الثانوية كنت أيضا أتطلع أني أدرس في الجامعة وكنت أتأمل وأحدث نفسي مع بعض الزملائي اللي درسوا معي في الثانوية الليلية أنه متى أحصل على لقب طالب جامعي كانت بالنسبة لنا حلم أسرتي ممثلة في أخوي الكبير علي كان حريص على أني أيضا أكمل دراستي الجامعية إلى حد أنه قال تستطيع تجي لكلية الشريعة في أبها وتفصل من العسكرية وأنا أتحمل مصاريفك أنا في هذا الوقت تزوجت لما أخذت الثانوية العامة كنت متزوج قال أتحمل مصاريفك طبعا صعب جدا أن يتحمل مصاريفي مصاريف أسرتي فبحثت عن طريقة أخرى ووجدت أنه مقر الدوريات النجدة في الرياض القيادة اللي فيها تتفهم تطلعات الشباب ولذلك اللي عنده دراسة اللي يرغب أن يدرس دراسة جامعية يرعون ظروفه ويحطونه في عمل مسائي لا يتعارض مع الدراسة الجامعية فطلبت نقل وفعلا انتقلت إلى الرياض والتحقت بكلية الشريعة في الرياض لما كانت في وسط مدينة الرياض في شارع الملك فيصل والعمل سار في الدوريات الراجلة في أسواق الذهب كانت على طريق الملك فهد وبالرغم من هذا الجهد والضغط في الوقت استطعت أني اجتاز السنة الأولى في كلية الشريعة بنجاح ولكن بتقدير ما هو بالتقدير اللي أتطلع لها حتى أكمل ما بعد الجامع فبدأت أبحث عن مخارج أو عمل أنا لا أستطيع أستغني على العمل لا أستطيع أستغني على الوظيفة أنا معي أسرة وعلي مسؤوليات مع أسرتي الكبيرة وكان صعب جدا أني أتخلى عن الوظيفة لكن كان أيضا صعب جدا أني أتخلى عن إكمال دراستي